هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبطات بلغت 130 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 33 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 97 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 722 قضية من بينها 123 قضية خبز ناقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 8 قضايا بمضبطات 51 طن